صباح الخير مونير عجن بفيديو جديد عن إدارة المشاريع أحد الأشخاص الأعزاء اللي عم يتابع على الفيديوهات سأل طلب مني مبارح ما قوت مبارح أن نسجل الفيديو عن الأخلاق والممارسات بإدارة المشاريع الآن في بعض المنظمات مثل PMI وغيرها عندهم شيء يسمى مو كود أسيكس أو كود أسيكس أو كود أسيكس لن يقولون لنا كيف يجب أن نتصرف أنا لا أحد أدخل بها التفاصيل لأنه الآن أتمنى أن لو يطبقوا على حولهم بدل ما ينظروا فيها علينا ومثما تعودتوا علي به الفيديوهات يمكن أنا بحكي من القلب ومباشر أنا لما فيني أحكي بشغلي لا أؤمن فيها ولا أؤمن أني نظر فيها بدل ما أطبقها وهي الأساس الإنسان يطبق الممارسات بموضوع الأخلاق بالعمل سأقصمها لجزئين بطبع يمكن هذا تعريف عالمية لا أختار شيء جديد أنا بحكيكم الرأي أنها نوعين النوع اللي هو الأخلاق العامي يعني الأخلاق ليس بس الأخلاق المهنية الأخلاق العامي اللي هي موضوع بالطبع الكذب السرقة الأمور اللي معترا فلايا عالميا يعني أن أحيانا بيجوا بنظروا علينا بعض منظمات العالمية أن أسكس مثلا بالبلاد المتحدة غير أسكس ببلادنا لا تطبق هون الأسكس هن عالمية ما في شيء فرق بين هون وهون الممارسات تختلف يمكن ببعض المناطق مثلا موضوع الرشوة ببعض المناطق ممكن موجودة لأمور صغيرة يمكن أن يقومون بلول مثل أمالك موجودة على مستوى عالي لكن الموضوع لا يوجد فكل واحد يحضر علينا بالعرفة موضوع الأسكس أول شيء قبل أن نتحدث عن القانون هناك شغلات قانون هناك شغلات بالقانون بالطبع أي شيء غير قانوني هو موضوع قانوني بالممارسات لذات المشاين يجب أن نركز على الأمور القانونية هذا جزء طبيعي موضوع الثاني هو الأخلاق الأخلاق تنقل بالعمر وهو ممكن تنتقل على شغلات مثل كذب السرقة هذه الأمور مع النوع وقتها لا يمكن أن نكثر الكلام أما بالنسبة للجزء الثاني من الأخلاق المهنية هي موضوع الأخلاق بالممارسة هنا غير موضوع الكذب حتى لو إنسان لا يكذب هنا تدخل موضوع الكفاءة هنا ضرورة نحن نتكلم على موضوع الأخلاق المهنية هي أن هل هالشخص يعمل شغلة عنده الخبرة الكافية إنه يستطيع أن يعملها صح وإذا لم يكن الخبرة الكافية هل لا يكون صريحة مع مديره أو مع العميل أو مع أي شخص أنا لا يوجد خبرة كافية هنا مثلا بحاجة لمساعدة أما أنا بحاجة أطوّر حالي ممكن أضطر أنه مثلا أضي وقت أكثر أما مسعد يأخذ أخصصي لأنه إذا الشغلة لا أعرفها خبيها لا أحد سيعرف ولا أحد سيشوفها ولا لا يمكن أن نفعلها ولا مجدرورية يعني هذه بعض الأمور المتكون هذه بالممارسات بالممارسات المهنية وبالطبع هون برجع ركز أنه ممكن يكون الموضوع هون أنه إنعدام الكفاءة إنعدام الكفاءة هي سببها يعني أنه بسبب إنعدام الكفاءة أنا مسعد أغطي إنعدام كفائتي بأمور ثانية حتى ممكن تزوير تزوير المعلومات يعني سأسكر حادثة صارت معي من أكثر من خمس من أكثر بالضبط يعني بعواخر ثمانينات يعني كنت أول من أن أتخرج مهندس مدني وأميركا هايدي أحد يحكي شيء عن دول العربية كنت أتخرج جديد وعم بشتغل لشركة جي تاكنيغل انجينيرينج و انفرمانتل كونسولتنسي يعني بشتغل نحنا جزء من شغلنا أنا أحد مشاريع تعمل عليها أنه شغلتي أنا أن أكون ممثل كواليتي كنترول ممثل لكلاينت عبر الشركة كونسولتنسي وكان شغلتنا مثلا نروح نعمل تأست لما يكون المقاول يعمل على الأرض مثلا جي تاكنيغل بالأساسات لما يعمل على تنقل بالحفر والردم ويرضم يجب أن يرضم بطريقة مناسبة ويجب أن يعمل بطريقة علمية ويكون لها بطبع شروطة المهنية نحنا شغلتنا كنا نجي رائب هذا العمل نتأكد أنه يعمل صح طرعتي التقارير لإدارتنا ومن ضمن إدارتنا لالكلاينت الأساسي إنه المقاول يعمل صح ومن ضمن هذا الشيء كنا نعمل ما يسمى ناخد عيني من التربة ونضحصها لنتأكد أنه هي الميكس صحيح يعني خلطة الرمل والبحث والدنسيتي الكثافي صحيحة ومعمول الطريقة صحيحة لن ندخل بمواضيع علمية هنا كان لدي زميلة اكتشفنا بعدين أنه كانت تزور بعض التقارير إذا نكون نعمل خلال النهار العمل ومفترض أن نأخده يمكن أن نأخذ 18 تاست كانت تقضي 2-3 تاست وتقضي بقية نهار عادي بالسيارة بثماء موسيقى ولكن عندما تقضي تقاريرها تقضي تقضي تقاريرها لأنها تقضي 7-8 تاست يمكن أن تقضي الأربعة وتقضي 6 تاست لأنها كانت تزور ولكن كانت تزور كانت تقضي 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 خطأ المشكلة ليست فقط في الموضوع الأخليق لأنها تقضي تربية بالطبع يمكن أن هذا الموضوع بسيط لا يؤثر إلى وفاة أحد ولكن يمكن أن يؤثر إذا كانت مسؤولة عن مشاريع منها ومتصرف فيها طريقة والمكاول يمكن أن يصبح يدفعها لا يمكن أن تقضي تقضي ولكن كانت تقضي الكسل والإنعدام الكفاءة والمهنية والأخلاق المهنية كانت تقضي لألا أن تقضي هذا العمل الآن بطبع عندما يكون التربية ليست ضبوطة ثم سيكون هناك خطأ عندما يصبح التنفيذ سيكون ممكن أن تكون التربية تخفص ببعض الأماكن وتأثر على المبنى التي سيتعمر عليها وهذا شيء ممكن أن يكون مكلف للزبون الآن بطبع يمكن أن يكون شيء أصعب لأنها تقضي ممكن أن تقضي شيء أكبر من هذا وبالنها يمكن أن تقضي لسقوط بنائية أو سقوط جسر ويقضي لأقتل الناس نحن نفكر هذا الفيديو المهم الممارسة 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 والأخلاق بالمهنية نقصمها لأصمين وطبع أنا ميني خبير في هذا الموضوع يمكن أن تسكر هذا هناك الكثير من الناس يمكن أن يكون خبرة أكثر في هذا الموضوع العلمي وأكاديمي أنا أحكي مباشر من القلب بالأخلاق الممارسات اللي هي موضوع الأخلاق العامة الأسكس العامة اللي هي الكذب والإحتيال والأمور هي والجزء الثاني اللي هو الخطأ بالممارسة ممكن ممكن تنغطي تنغطي انعلام الكفاءة أمشي من هالنوع شكرا وإلى اللقاء أعطي اشتركوا في القناة